اشتركوا في القناة في قصر الصافرية هذا اليوم سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة وترافق سموه معالي نورا بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بمناسبة زيارتهما للمملكة للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين ودولة الامارات في دورتها الثامنة حيث نقل سموه الى جلالته حفظه الله تحيات وتقدير اخوانه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وتمنياتهم الصادقة لمملكة البحرين وشعبها بدوام التقدم والنماء ورحب جلالة الملك المفدى يده الله بسمو وزير الخارجية الاماراتي والوفد المرافق وكلفه بنقل تحياته الى اخوانه صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة وتمنياته الخالصة لشعب دولة الامارات الشقيق بالمزيد من التطور والازدهار واشاد جلالته بنتائج اجتماع اللجنة المشتركة والذي جرى خلاله التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تهدف لدعم مسار التعاون والتكامل في الجوانب السياسية والاقتصادية والمالية والثقافية والتعليمية والسياحية ونوه جلالته رعاه الله بجهود اعضاء اللجنة المستمرة لتنفيذ الرؤال استراتيجية لقيادتي البلدين عبر فتح افاق جديدة لتنسيق المشترك كما اثنى جلالة الملك المفدى على مساع المسؤولين في البلدين لتحقيق كل ما يعود بالخير والنفع على الشعبين الشقيقين كما ثمن جلالته الدعم المتواصل لدولة الامارات ووقفاتها المشرفة الى جانب مملكة البحرين وشعبها مشيدا في ذات الوقت بالمكانة الرفيعة التي تحظى بها الدولة الشقيقة على المستوى الدولي وما تواصل تحقيقه من انجازات ونجاحات رائدة على مختلف الصعد في ظل التزامها بمساندة القضايا العربية والاسلامية وارساء دعائم الامن والاستقرار في المنطقة واجدد جلالته التهنئة بنجاح دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في اطلاق القمر الصناعي خليفة سات الذي يعد نقلة نوعية في توجه دولة الامارات لتصنيع واطلاق الاقمار الصناعية من خلال الاعتماد على خبرات واياد محلية بهدف انتاج جيل مؤهل لمواكبة علوم المستقبل وتحدياته متمنيا للجميع دوام التقدم والنجاح من جانبه اشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان بالجهود الكبيرة لحضرة صاحب الجلالة في توطيد الروابط الاخوية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الامارات مؤكدا ان العلاقات البحرينية الاماراتية تحظى على الدوام بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر